أبدأ مع ضيفي من جدة عبدالعزيز بن سجر سيد عبدالعزيز كما هو التعبير أصبح معروفا بالإعلام الغربي يعني الوقت يداهم الجميع سنة خلال سنة يمكن القول أن إيران إذا أرادت يكون لديها سلاحا نوويا وأيضا أعطى وزير الخارجية الإيراني سنة لإتمام صفقة إذا ما كانت هذه الصفقة ممكنة إذن الوقت لصالح من؟ أسأل خير ستريم لك ولمشاهدين العربية وكل عام نهم بخير في كل مكان حقيقة التفاوض الأمريكي الإيراني يأتي على مبدأ أساسي ومهم وهو حاجة الطرفين الولايات المتحدة الأمريكية هي بحاجة لأن تفاوض الآن مع إيران أرسلت منذ سنوات مؤشرات كثيرة وواضحة منذ فترة الرئيس كلينتون ووزيرة الخارجية مادلين أول برايد ولكن مع الأسف كان دائما التوقيت الخاطئ في إيران في استلام المؤشرات وأيضا كان هناك وضع مختلف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الرئيس بوش الإبن الآن سؤال يطرح نفسه لماذا هذا التفاوض لماذا هذا الإسراع من الجانب الأمريكي رئيس أوباما كما ذكرت في تقريركم هو لا يبحث عن حروب في المنطقة وتعب من حرب في العراق وأفغانستان والولايات المتحدة منهكة لديها مشاكلها ولديها قضاياها فهو اتجاهه إلى أن لا يكون حرب جديدة تخوضه للولايات المتحدة وهو مستعد أن يقدم تنازلات في سبيل تحقيق بعض المصالح والأهداف الأمريكية الولايات المتحدة بحاجة إلى إيران في أفغانستان وفي العراق وفي لبنان وفي سوريا وربما مع بعض الفصائل الفلسطينية في هذه المرحلة بالمقابل الحسابات الإيرانية جاءت مدروسة فهي تأكدت من أنه بدون علاقة أمريكية إيرانية جيدة ومقبولة لا تستطيع أن تتقدم فيما يتعلق بعزلتها الدولية والحصار الاقتصادي المفروض عليها هذا الحصار الذي فرض منذ سنوات وكلف إيران مبالغ ضخمة جدا في العام الماضي 2012 بعض التقارير ذكرت أنه من 60 إلى 100 بليون دولار خسائر الاقتصاد الإيراني جراء الحصار والمقاطعة التي تمت فإيران تأكدت وهصبح هناك قرار سياسي من المرشد الأعلى إلى القيادات العسكرية وإلى القيادات الأمنية بأن المفاوضة مع الولايات المتحدة الأمريكية هي مهمة سيد عبدالعزيز ابقى معي لو سمحت أين هي دول الخليج لا يبدو أنه موجودة في الصورة أصلا ولا يتم البحث عنها فيما إيران هي تهديد أساسي لأمنها القومي إيران نووية سياسة الرئيس براك أوباما هي خيبة أمل بالنسبة لنا في الخليج فمع الأسف دولة تتمتع بعلاقة متميزة مع الدول الخليج من عام 1930 منذ بداية اكتشافات النفط في المملكة العربية السعودية يزور وزير خارجيتها كيري ليقول أنه هو في جولة للتعرف وتأكد من الحقائق وكذا ونحن على مجمل قضيان مع الولايات المتحدة الأمريكية هناك تباين في هذه المواقف التباين يبدأ فيما يتعلق بقضية الصراع العربي الإسرائيلي الوضع في العراق الوضع في سوريا الوضع في مصر الوضع في اليمن الوضع في البحرين هناك تباين في كثير من هذه الوجهات النظر وما قام الإنجاز الأخير للسياسة الأمريكية المتميزة لا نعرف دوافعها إلا بعض التوقعات التي يمكن أن نتحدث عنها نجد أن هناك اتجاه أمريكي إلى التقارب مع إيران وهذا التقارب لا يأخذ بالاعتبار مصالح دول خليج أمنها واستقرارها دول خليج بالحيث المبدأ هي تريد أن ترى علاقة جيدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى لا يكون هناك صراع في المنطقة لأن الصراع سوف يقود إلى حالة عدم استقرار ولكن بالمقابل هي لا تريد إغفالها ولا تريد أن تهمش ولا تريد أن تكون بعيدة عن هذا التفاوض فهي تريد أن تعرف ما هي التنازلات التي سوف يقدمها الإدارة الأمريكية للنظام في إيران تغيرت الوجيه في إيران فأسرعت الولايات المتحدة الأمريكية لدرجة أن الرئيس أوباما لا يستطيع أن يتحدث مع الرئيس الروحاني إلا من خلال سفيره في الأمم المتحدة يتصل بالسفير الإيراني ليطلب منه أن يعطيه الرئيس الروحاني حتى يحظى بشرف محادثته وبعد 45 دقيقة يظهر إلى العالم ليقدم نفسه بهذا الانتصار العظيم الذي استطاع أن يحققه بمحادثة الرئيس الروحاني هذا استغراب شديد في الخليج الدول التي وقفت مع الولايات المتحدة الأمريكية في اقتصادها تبيع نفطها وغازها بالدولار تودع في الاحتياط الفدرالي الأمريكي هي أكبر دولة لها علاقة تجارية معها هي الولايات المتحدة ومع هذا تفاجأ بهذا الأسلوب وبهذا التعامل وبهذه الطريقة مع الأسف استمعنا إلى مساعد وزير الخارجية الأسبق وهو ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة لما قالوا منذ يومين عن السعودية وعن بعض الدول الخليج يعني هناك استغراب كثير من هذا التصرر خليني أذكر أسباب غير ظاهرة نحو الاندفاع الأمريكي قد تكون أحد الأسباب أولا هناك مصالح أمريكية اقتصادية كبيرة سوف تكون في إيران لأن إيران همشت وأبعدت ولم تحظى بالتنمية منذ 79 إلى 2013 فالحجم سوف يكون ضخم جدا هذا واحد اثنين هناك أكثر من 14 حقل نفط غازي في الخليج مشترك مع إيران بدون موافقة أمريكية لا يمكن تطوير هذه الحقول التي سوف تزيد بالإنتاج وتساهم في خفض أسعار النفط على المدى البعيد ثلاثة هناك تخوف أمريكي من اندفاع إيراني نحو روسيا والصين حول اتفاقية شانجهاي سيكوريتي باكت التي تسمى اتفاقية شانجهاي فأيضا أمريكا لا تريد اندفاع إيران إلى روسيا والصين أكثر من ذلك وتريد أن تحجن هذه بعض المصالح التي نرى أنها أساسية ولكن الطريق إلى كل هذه التسوية يبدأ بالملف النووي الإيراني دون وصول اتفاق أمريكي حول الملف النووي الإيراني لا يستطيع الرئيس باراك أوباما أن يقدم مقترحاته إلى الكونغرس ليحظى بموافقة وتأييد من الكونغرس على هذه القضاء سام لديه تعليق قبل أن أنتقل تحياتي لأستاذ سام أول شيء وسعيد أني أراه معنا على الهوى وأنا أيضا دكتور أود أن أسمع راد لوجهة نظر الخليجية من دكتور عبد العزيز بن صغر يعني لو ترد على السيد هاشم المسوي في هذا الموضوع هناك حديث عن خيبة أمل من دول الخليج ببعض الأحيان سواء في لبنان أو حتى اليمن أو العراق أنه إساءة إدارة الملفات والله مع الأسف دول الخليج هي يعني وقفت إلى جانب الشعب العراقي حينما هددت إيران احتلال العراق ودخلت القوات الإيرانية إلى الإيرادة العراقية وقفت دول الخليج مع الشعب العراقي بغض النظر من كان يحكم في ذلك الوقت صدام حسين هو الحاكم في ذلك الوقت وهو كان مقبول من الشعب العراقي وكان يخرجون بالملايين هتافاتا له فوقفت دول الخليج مساندة لهذا الشعب حتى لا تحتل إيران الأرض العراقية حينما حاول صدام احتلاله ودخل الكويت واحتل الكويت وقفت دول خليج مع بعض البعض لمساندة خروج صدام حسين وجيشه من الكويت وتحرير أرض عربية احتلت من قبل دولة وجارة أخرى حينما قررت ولاية المتحدة غزو العراق 2003 يتذكر العراقين أن الملك عبد الله كان رافض لهذا الاحتلال وكان رافض لهذا الحرب وكانت السعودية ودول خليج رافضة للقيام الولايات المتحدة بدخول في حرب مباشرة من العراق لأنها تعلم ويلات وتبعات ما يمكن أن يحدث مع هذا مع هذا اندفع كثير من أخواننا من القادة السياسية العراقيين الذين دخلوا على الدبابات الأمريكية وجاءونا عبر الحدود الإيرانية العراقية ودخلوا إلى موطنه هناك إدارة الملفات بالنسبة لنا دائما تنطلق في دول خليجية لا ليس لديها مصلحة في التدخل في الشأن الداخلي في أي من الدول العربية لا في لبنان ولا في سوريا ولا في العراق ولكن تقف مع الشعب حينما يكون هناك مطالب شعبية من هذا الجانب في مصر على سبيل المثال وقفت مع مبارك حينما كان رئيسا لأكثر من ثلاثين سنة حينما قرر الشعب المصري تغييره وقام بثارته وقفت مع مرسي وساندت مرسي وقدم كي يقف الحوار بصياقه نحن نبحث موضوع حصرا أوراق الضغط الإيرانية وأماكن تواجد إيران بقوة عبر حلفاءها وبالتالي لا أريد بحث سياسة الجي سي سي أو الخليج في كل العالم العربي فالسؤال هنا إذا ما حصل صفقة فعلا أمريكية إيرانية هل ممكن لدول الخليج أن تعيد النظر في تحالفاتها وبالتالي يبقى الباب مفتوحا على روسيا أو الصين لا يعني بالتأكيد البديل بالنسبة لدول الخليج ليس روسيا والصين لكن على دول الخليج ما زال لديها القدرة أن توحد مواقفها السياسية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية والتعامل معها فيما يتعلق بكافة الملفات المهمة بالنسبة لها ابتداء من ملف السوري والمصري والوضع في اليمن هناك ملفات كثيرة لابد من أن يكون هناك وضوح فيما يتعلق موقف موحد من دول الخليج النقطة الثانية أيضا لابد أن لا تتبنى دول الخليج القبول بسياسة الفيتو الأمريكية عليها دول الخليج احترمت سياسة الفيتو الأمريكية حول التسليح فيما يتعلق بالمعارضة في سوريا لأنها أرادت أن تبقى الولايات المتحدة ودورها الفاعل في سوريا وكانت حينما تسمع من كلام الرئاسة الأمريكية ووزير الخارجي الأمريكية والتصريحات الأمريكية التي كانت تفضل انتظار لما بعد الانتخابات وقدمت وعود كثيرة وأكدت على عدم مشروعية الرئيس بشار الأسد وكل وعود هذه هي حاولت أن تعطي فرصة وقبلت بالفيتو الأمريكي الآن يجب أن لا تقبل بهذا الفيتو الأمريكي أيضا هي ما تنسي أن لديها إمكانيات ضخمة يعني أكثر هناك مبالغ بتريليونات موجودة في سندات الخزانة الأمريكية هي تستطيع أن تحول بعض هذه الاستثمارات لأماكن معينة هي تستطيع أن توجد باسكتوف كارنسي يعني سلة عملات مختلفة تستطيع أن تتعامل معها هي أيضا قادرة أن تقوم بكثير مفعال لأن لها ما زال لها تأثيرها الدولي دكتور عبدالعزيز بن سقر ما هي الأجواء لديكم هل تتوقعون صفقة أمريكية إيرانية أصلا يعني للحسابات التي سبق وأن ذكرتها للجانبين الإيراني والأمريكي أتوقع أن نكون هناك صفقة ليس بهذه السرعة وإنما سيكون عملية التأكد الجانب الأمريكي من أن الرئيس الروحاني قادر أن ينفذ الوعود التي يقطعها وقادر أن يقدم المزيد هناك مزيد من التنازلات لا بد أن يقدمها كل الطرفين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي ولكن مثل ما تفضل السيد سام أن الحوار سوف يأخذ وقته سيكون هناك بعض التنازلات من الجانبين لتوقع أن يقدمها دكتور عبدالعزيز هل نتحدث عن صفقة تتناول فقط الملف النووي الإيراني وأفغانستان أم سيكون هناك قرار بحزب الله في لبنان قرار في نظام الأسد في العراق في نقاط أخرى أوراق ضغط أخرى لديها لدى إيران هو مختلف في هذه المرحلة من التفاوض في مؤتمر جنيف أنه في السابق كان الإيرانيين يصروا على ما يسمى بالجران بارغين يعني كل القضايا تطرح من مشروعية النظام إلى الأمن الأقليمي إلى الدور الإيراني في التدخل إلى البرنامج النووي إلى المبالغ الإيراني يعني كل القضايا مع بعضها الآن اختلفت الصورة وقبلت إيران في هذه المرحلة أن يجزأ التفاوض وهذا ما كان يطالب به الجانب الأمريكي على فكرة كان هناك اجتماعات كثيرة بين الجانب الأمريكي والإيراني في جنيف وفي السويد وفي أماكن كثيرة ما يسمى بتراكتو ديسكشن يحضروها مسؤولين من الجانبين وكان هناك حوار كثيرة حول هذه القضايا الذي اختلف في هذه المرحلة الآن وقضيتين بالنسبة لنا أنه الوضع في سوريا والعراق مهم والتفاوض مع إيران سوف يمكن إيران من دور ولعب دور أكبر في العراق وفي سوريا ولله تأثيرات كبيرة على الأمن الأقليمي بالنسبة لدول الخليج النقطة الثانية والمهمة أن الرئيس أوباما هو يفضل الحوار ويفضل الحل السياسي والدبلوماسي دون أن يكون هناك وضوح لنوعية التنازلات التنازلات سوف تقدم من الجانبي والإسرائيل والأمريكي سيكون على كثير من القضايا بما فيها أمن الخليج عدم تعرض الممرات المائية السياسة الإعلامية الإيرانية فيما يتعلق بالولايات المتحدة هناك كثير من القضايا ستكون موجودة ضمن ولكنها قد لا يركز عليها في المرحلة الأولى هو يريد أن يركز على النجاح في أن إيران قبلت بأربع قضايا أساسية في البرنامج النووي عدم تجاوز النسبة المعتمدة في تفاقية الان بي تي وهي أربعة فاصلة ثمانية النقطة الثانية والمهمة أنه ربما تقبل إيران بالبصادقة على البروتوكول الإضافي بما يسمح بالتفتيش وهذه قضية مهمة كنجاح تستطيع الحق بالنسبة لإيران لا يؤثر عليها شيئا في هذا الوقت لأنها بالفعل توقفت عن هذا البرنامج في الداخل استطاعت أن تحقق إنجازات أساسية فيما يتعلق بالقدرة على التخصيب وجود كوادر فنية الناقل والحامل وهي الصواريخ شكراً نعم دكتور عذراً يعني بأيلي دقيقة أريد أن أختم مع سام صفقة أم لا صفقة أنا أقول لا صفقة إنما الخوف كل الخوف أن الخاصر الرخوة سوف تدفع ثمن هذا الوقت الضائع وأعني بالخاصر الرخوة لبنان أو سوريا لبنان أو سوريا أو لبنان وسوريا معها أو على الأقل كل لبنان وجزء من سوريا كيف يعني تدفع الضمن؟ أن تدفع الضمن أن تترك لإيران اليد الطولة لماذا لا تسلم الولايات المتحدة لبنان وسوريا لإيران؟ تم تسليم لبنان لسوريا؟ هذا معني هذا معني أنا لا أقول تسليم إنما أن تترك الأمور في لبنان وفي سوريا على حالها أشكر سامم نسا مدير إذاعة صوت لبنان شكرا جزيلا لك من جدة عبد العزيز بن سكر رئيس مركز الخليج للأبحاث شكرا جزيلا لك